تعالوا بقى نقول نمازج لحاجات تسعدنا وتخلي العلاقة في السنة الجديدة مسعدة أقول لكم شوية أعمال نعملها في اليوم شوية أعمال نعملها في الأسبوع شوية أعمال نعملها في الشهر وفي الأخير خالص شوية أعمال نعملها في آخر السنة أول حاجة أنت يومياً يومياً ده وكأنني بأعمل معك أجندة أجندة الأزواج السعداء أول حاجة في الأجندة كل يوم الامتنان كل واحد لازم ينتن لشريك حياته لأن الامتنان ده بيخلي الواحد يشوف شريك حياته من جديد والامتنان ده بيخليك موجود في قلب شريك حياتك على طول شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيمتني للسيدة خديجة ويمتني للسيدة عائشة ييمتني للسيدة خديجة حتى وإن حتى لما انتقلك ويمتني كمان للسيدة كمان للسيدة عائشة فإيه اللي حاصل؟ فالامتنان ده يخلي شريك حياتك حاسس بلزة وعسل السعادة عسل السعادة الزوجية الامتنان أنا عايز أقول لكم أنا بقول الامتنان ده واجب الوقت في البيوت كلها إحنا دلوقتي مع الضغوط يا سادة ومع اختلاف الأدوار وكتر الأدوار لازم كل يوم نمتني لشاركاء حياتنا أقل حاجة تمتني ثلاث مرات تمتني ثلاث مرات ليه عشان كل ما تمتني لشريك حياتك كل ما يحس إنه ليه قيمة بتقول له الله يرضى عنك أنا والله من غير الترتيب اللي أنت بترتبيه في البيت ده أنا ما حسش إن أنا حياتي لها معنى وجودك في حياتي خلى حياتي ليه معنى هتقول له أنت أماني وانت بطلي الناس هتعرف تكمل كده تاني حاجة الاحتضان الزوج والزوجة طول الوقت وخاصة في الظروف اللي إحنا بنمر فيها دي لازم على طول كل واحد فينا يكون محتاج الاحتضان شريك حياته اللي بيعبر بيه عن مشاعره اللي هو مشاعر إنه سند وإنه فيه مودة وفيه رحمة يبقى أول حاجة الامتنان تاني حاجة الاحتضان تاني حاجة الدعم الدعم من أكتر الحاجات اللي بيكسب بيها شريك الحياة قلب شريك حياته يدعمه سواء في شغله أو في حلمه أو في دراسته أو في علاقته بأهله ومعارفه رابع حاجة الحوار اليومي كل يوم لازم نتكلم مع بعض دي الأجندة لازم كل يوم نتكلم مع بعض عن تفاصيل يومنا وإزاي كل واحد فينا يدخل في تفاصيل يوم شريك حياته باللطف وما يلموش وما ينتقدوش لكن يقوله يبشروا بإن اللي جاي أحسن وعشان تتم بقى ونقفل بقى مسألة البشرة باللي جاي لازم كل يوم كل واحد فينا يدعي لشريك حياته الدعاء من أكتر الحاجات اللي بتمتن العلاقة وتحسس الشخص هو اللي كان بيخلينا دايما حسين بالحنين لأمهاتنا الدعاء وإحنا كمان بنقول إن احنا ماشيين بدعاء أمهاتنا كمان في ناس كتيرة فاهمين الفلسفة وماشيين بدعاء زوجتهم وفي ستات كتيرة ماشية بدعاء أزواجها ولذلك من الدعاء المستجاب الدعاء بظاهر الغيب وأكتر حد ربنا هيستجب لك في دعاءه الدعاء لزوجتك أو الدعاء لزوجك وعشان كده لو تقول لزوجتك وانت نازل ربنا يستر لزوجتك لما تقول لك زوجتك وانت نازل ربنا يستر طريقك ولا تقول لك ربنا يوسع رزقك ويفتحها في وشك ويجعلك مرزوق برزقنا طول الوقت ويجعلك دايما في قلبي والزوج يقول لها لزوجته ربنا يديك الصحة ويخليك إليه وما يحرمنيش منك هو لو قال لها يخليك إلينا وما يحرمنيش منك يبقى هو بيكلمة على أنها أم الولاد يقول لها يخليك إليه وما يحرمنيش منك عشان تحس إن هي الزوجة وكمان المساعدة على أي شيء تقدر عليه لدعم شريك حياتك ده كمان بيخلي العلاقة يبقى الست حاجات اللي احنا قلناها دي هي الحاجات اليومية اللي احنا لازم نعملها حتى على فكرة لو عدد عد ساعة تشيرك حياتك في أنه يفتح برطمان الصلصة وهو ده يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقررنا من المعروف شيئا هي بس تيجي أو إن هي تيجي لجوزها الأميس كل ده بيوصل معنا راقل الأزواج ولازم يبقى عندنا هذا الحال اللي احنا بنقول عليه طيب والأسبوع بقى نعمل إيه بقى كل أسبوع كل أسبوع لازم يكون بيننا حوار حوالين المستقبل والسعادة كل أسبوع يعني مش بقول لكم نعمل ندوة لكن بقول لكم يبقى فيه ساعة كل أسبوع يبقى ساعة كل أسبوع نعمل إيه نتكلم فيه عن المستقبل والسعادة ما نتكلمش عن أي حاجة بتجيب اليأس ما نتكلمش عن الماضي نتكلم عن المستقبل المليان مدد ربنا وأمل واليقين من إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بنظر الود والرحم الأمر الثاني في كل أسبوع لازم يبقى عندنا تفكير مشترك فيما يتعلق بقرارات الأسرة بما يتعلق به احنا نعمل إيه في المشكلة في مسألة المطالبات المالية دلوقتي نتكلم بهدوء فيها لازم نتكلم كل أسبوع في الأمور دي عشان نحس إن احنا قريبين من بعض بس نتكلم بالحسنة ونتكلم وكل واحد فينا مقدر طريقة الإيه؟ طريقة الآخر في حل مشكلات تالت حاجة لازم نتكلم عنها كل أسبوع التودد لأهل الشركين إزاي أنا أتودد لأهلك وإنت إزاي تتودد لأهل ونتفنن في البر كمان في برنامج الأسبوعي لازم يبقى عندنا شيء مبهج كل أسبوع خروجة حلوة مفاجأة أو يخلي عادة إن يا لما يرجع في البيت يرجع ومعاه شيء بيدخل السرور على أهل البيت زمان كانوا بيعملوا كده كان يدخلوا معاه السورة التقليدية لو يدخلوا معاه بطيخ يا سمان لو أنه يدخل بحاجات هم بيحبوها ده يخلي المسألة في غاية غاية السرور عليهم لازم نعمل شيء مبهج كل أسبوع حتى لو أننا نعمل بعض الناس عندهم شوية حاجات لطيفة أو إنهم يمسروا أشياء مضحكة أو يجيبوا النكات اللي يشوفموها كل أسبوع ويقولوها مع بعض في عدوا ساعة بيبتسموا وقلوبهم مرتاحة فيروحوا واتغسلوا من كل متاعب الأسبوع لو حصل ده أظن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يدخل السرور على أهل بيتي كمان آخر حاجة لأعمال الشهرية إحنا عايزين نشاط مشترك محبب للطرفين زي نعمل مع بعض شيء نعمله بأيدينا سوية طبيق أو عنغسل حاجة عنرسم حاجة عنعمل حاجة ونخليها عندنا معرض كل شهر عندنا نعمل الكلام ده فيه ونرتب الحاجات دي بسرعة كمان ممكن نعمل نجهز مفاجآت لشركاء حياتنا تنصنع بيها ذكريات الكلام ده لو حصل على فكرة كل الكلام اللي أنا قلته ده ده مش كلام عشان الناس تحس بإيه تحس إن هي عندها رفاهية كلام ده ممكن يعمله أي حد كلام ده كله مش محتاج فلوس كتير لكن محتاج قلب عايز يعيش مع شرك حياته كل اللحظات على إنها لحظات نعمة من الله كمان في آخر السنة تعالوا نحتفل بإنجازاتنا إنجازات شريك حياتنا إنجازات كل اللي في البيت إنجازات الأولاد وإنجازات الزوج وإنجازات الزوجة وأكبر إنجاز هيكون إن كل واحد فينا رسم البسمة في قلب شرك حياته وإنه هو خلاه سعيد وخلاه قريب من ربنا سبحانه وتعالى لما أحس بنعمة ربنا ويبقى ساعتها هنقول بعلو صوتنا الحمد لله على نعمة زوجي والحمد لله على نعمة زوجتي اللي وصلتني إن أنا أعرف معنى الحقيقي لقولي تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجها لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب ديمة علينا المودة والرحمة واجعلها سنة جديدة سنة سعادة وهنا وفتح وتوفيق وسداد وبركة على كل بيوتنا يا رب العالمين افرحوا بالله عليكم افرحوا سنة جديدة هتتملي بنعمة ربنا في نفحة جديدة هتكون النهاردة حاولوا حاولوا تتلقفوا هذه النفحة وتعيشوا بها سنتكم سنة سعادة وهنا علينا يا رب العالمين وعنا دايما نعيش مع شركاء حياتنا كل لحظة على إنها ميلاد جديد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بأن نستثمر نعمك في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة